مشتهدين ونخطموا في خدامة واحد فهمتي ونصرفوا ونحوا من رواحنا ونصرفوا والمية ما قليل فهمتي وحفرنا سواني التقليدية وما ناش قدين رواحنا فهمتي وعنا في مقارب 30-35 كتار فهمتي تعبنا والبير محفر حذانا عنا بير الهني فهمتي ما عحبش مكنونا منه ما عطوناش المية مسكر يمشي الفلان وفلتان ويمشي بغلق يمشي ماشي الواحد جليلة وهو في السكتير جوارنا فيه سكتيرنا بالضبط في اسم المنطقة هذه بالضبط فهمتي جرينا 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 بير حفرة الدولة مش تمكنها من الفلاحة هذية جي معنا جينا نشوفه معنا مشين عملنا مطلب ومشين نشوفه ولا حضرون اجتمعات لاش اي لا قالك ماشي الواحد جليلة وحد جليلة مع البلهمش اشكون ماشي ماشي لفلان وفلتان ياخدوا في الاراضي ياخدوا الواحد معنا يزوه من عنا في جوارنا بجنبنا معناش عارفين كيش نعمل وإحنا نحفره المهم منكم انتم؟ المهم من نحن والفلاحة تمشي بعيد ونفس البير حتى صارت مدة عشر سنين بير حفروه منه يمشي البلس اخرى حفروه في الزركين ماشي للبحر وما يشرب حتى واحد بجنبه علاش ما عارفين علاش تمشي المسهول يقول لك لا والله مبرمج شنولي مبرمج يوم سكر هو تمستعدين مثلا حتى كان يعدونا من نصرف من عندنا ونصرف وكذا حتى كان يوصلونا لينيا مستعدة البلاحة قال لك نعملو لينيا اخرى ونعملو جوابي ونعملو كذا ونصرفوه وتصلتش بيه مسهولين اتصلنا مسهولين أنا اتصلت حتى بمسهول منهم هذي ووصلهم الزركين مهنين قال لك لا ماشي مبرمج الواحد جليل أبعيد ومن غير ما عاملوا مطلب آخر فيه بير آخر هو بير مسكر هذي وحتى معناها عرضوا عليهم وقال لهم نقسموه البير هذي معناها قصت بلنا وقصت يصيد الناس كلها شوية شوية مش مشكلة ويش متاع فكان قدانا ولا قدانا ولا شوية منا وشوية منا ما فهماش تجاوب ما فهماش لهاك يقول لك لا الوالي تبدل افلان تبدل لا الله واعلم لا الله واعلم شنوف الكواليس ما نشعر فيه كهو واحنا تعبنا يا أخوية هل تشوفنا عامل زيتونة ايه عامل زيتونة يعني عندي طوى 700 زيتونة وما زيتنا غرس يتعب ثانية تقليدية معناها متاع حفر ما هي ما تكفيش يجي الصيف يتعب معناها هيك نشوف معناها كديش شوفوا عندك في بيره يخدم بير طائق ايه يخدم البيره هذك يخدم المنمي منارزين شوية معناها متاع رشاح كي من قوله ما يكفيش حسب الاكترات حتى جبت مهاندزين قالوا لي رو ما يكفيكش هذي ما يكفيكش ما يكفيش وحتى بش هل تسمي قوله بمكانيات قوية شوية على بقية الفلاحة والفلاحة ضعيف شعامل في المنطقة هذه ضعيفة زيتونة هانواريك ميت ما حاوله ولا قوة مسكية ضعيفة ضعيف ما ينجم لا يتكلم لا يتحرك ما ينجم لا يعمل شي شعنده يعطل ما عنده ما يعمل ما يجيب الساتيرنا بخمسين وبستين دينار شني هي ستين دينار مش تسقي عاشر خمسة ستونات ومعندها ما تعمل زيتها ما تكفيش كي لبيارم الدولة يودي البيارم الدولة تعاوننا فهمتي ونشوف كيش نتعاون وليجي تكلم يقولك لا ما لا ما لا بير هو المشكلة توال حل موجود البير موجود وجاء الوالي هكا المرة عمل اجتماع قلب السيدي ضيفه جوار البير جوار البير معناها اللي بجنب البير أعطوهم هيا نجو نتصلوا بهم يقولك لا والله لا فهم شي والوالي هكا حاول خرج مع راش نو هي ما هو فهم قرارات صح علىها يتناولها وليه آخر ولا شوفوا كيفيش أما لي المسموع اللي مسموع ماشي اللي براصة الفولانية مسيطرين عليه ما عناك ما عناش بالنسبة على مستوى ولاية يعني حد تمشي المندوب ما تلقى حتى حل خطر هما اللي يخدمين الإدارة الصغيرة مثلا زي في إمارة واحد خدمين الدراسة وخدمينها الواحد عارفين وين هزينها ويجي تحكي معهم يقول لك لا ما فهم شي هو بير منجوز حاضر باش صارف عليه الدولة ما عاد فهم شي كي يصيبوا الفلاح تعال حكي معهم ما تلقى حتى حل ما تلقاش الرد اللي هاكي يقول لك فلان حول لا عنده هو القرار عنده ما تفهم شي هذي تعبنا تعبنا وين هيا فلاحة هذي من عيان هذي يضروا فلاحة هاي شكوني عاونها ما يحكوا يقول لك نعاونوا وين عاونوا أنا ما عاون عندي فلاحة معاي هني قال لك مستعدين اللينيا من البير النصر فعلا حسابنا اكثر شي من هذا ما فهماش اشتركوا في القناة عندنا مشاء الله مساحة مشجرة من عهد الجد زاتون ومجميعوا ما يكرموا كذا توها هكم تشوفوا فه وين صبحت الحالة معناها الزاتون الكل تحطب معناها قلع توها ما عايدش باش وهالجيل الجديد هذا من المستحيلات مزال باش يعاود يشجر معناها بالطريقة هذية كما كنا نحكوا معناها من ناحية الماديات واحد وحن فلاحة معناها أبعجت الحاجة للحل الوحيد لطالبينا هو كونكم باش تدعمونا بهالبير هذا اللي جاعد مسكر تو عندها ربع سنين ولا خمس سنين كلمتوش المسؤولين يا انتو كلا والله يكلمنا المسؤولين المرأة لو لا يقولوا معناها فيما يخص منا دعم من طاعة الدولة ما ثمش وما ثمش فلوس وما ثمش كذا بعد تالي يجالوا هامبش يعملوا دراسة والدراسة ما صح منها شيء الى حد الان ما صح منها حتى شيء بس بارماتي يجال الفلاحة نتبرعوا بالمبلغة غذاية باش يصلنا البيئة احني تبرعنا بالارض معناها كموقع متاع بيرض متبرعين بيش ولكن اللي طالبينا كوننا اعطونا المئة تو معناها كتبرعنا بالارض نرمى الماء باش تدعمنا الدولة وتعاوننا تو ما عادش ما ثمش دعم من كل نواحي زادا احني حاجتنا بالبير تو ما بدئين يعطينا البير قالوا لنا عملوا اللي عملوا معناها مطالب في الظو في كذا وفي كذا ثمش كون بني ونقول لك يجي سبعين وثمانين مواطن هذا اللي معناها الاغلبية هنا بنيين تو باش يدخلوا الظو على اساس معناها باش يربطوا المئ هذا اللي كونه معناها المئ وهلا منطقة سكنية ومنطقة كذا ويدعموا معناها من ناحية اللي يقولوا هم كونه كمساحة كبيرة معناها باش يعملوا كالجوابي ويعملوا احني مستعدين لهاذا كل حاضرين باش نعملوا دي بسع وباش نسقوا معناها عطينا الشجرات برك طيب مدى تنكن عشرة سنين لتالي ولا حتى شنعام كانوا يدعموا فعلنا اقل في الساترنا طيب وانا ما دماش ترجمة نانسي قنقر نعملوا في مشكلة الطرقات هذية شي مركز وشي من الطبعة وشي من المطارم عشان قدوا نخشولها وما نحكي لك شي الميكانيك طاب والدنيا كلها طابت والمذابين في اقرب وقت تصلحون ثنايا في المطارم ما نقودوش نخشو تتبلع كراها وما نقودوش نزودو أصل هي اكتفاها هكا في الشياح معناها ركز حالق ركزة بحساب التصليح ديمة والميكانيك طاب من الكياسات ومن الثنائية البيست حالق وفي المطارم ما قلت لك طبعة ما نقودوش نزودوها وما نقرقو كيف نزودو نعانو منها ولا في الحالتين نحن نعانو كان في الشياح ولا في البلل في المطارم المطلوب يخلي على أقل رقلنا اثنائية الكياسات يرقلوهم مننا هذا المطلوب الميكانيك بتاعنا طاب معاش عنا كيفاش نقاوموا به